خطة جديدة اتخذتها إدارة مستودع لبريغا للغاز الخطة تقضي بتعبئة الاستوانة بشكل مباشر عوضا عن استبدالها في طرابلس بدى المشهد طبيعيا جدا لا طوابير هنا لتعبئة غاز الطهي علي بدى مبتهجا بهذا المشهد وبنتائج الخطة الجديدة هاي نايد منهم الصبع قلت باللقاء طوابير وزحم ومنقاء البنبلد جيت هنا عبيت من بلدتهم روح شاء الله بن الله فقل من دقيقة بعيدا عن طرابلس ثم تمدن أخرى ما زالت تعيش أزمات متوالية من نقص غاز الطهي الوضع الأمني هو أساس الحل لو توفر الأمن حقيقة والتقت الجهود الآن زي ما تعرف وجود أكثر من طرف يتحكم في مناطق الصحروية مناطق الطرق الصحروية لا يشجع حتى سائق الحافلات سائق الشاحنات سائقين هنا يمشوا بكميات مطلوبة يضاف إلى الوضع الأمني جشع بعض الموزعين في المدن البعيدة ويتعامل هؤلاء مع التجار لبيع الأسطوانات في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي بحسب مراقبين ويشتكي المواطنون أيضا من نقص الأسطوانات الفارغة من الغاز نفسها لاستبدالها إذ لم تعمل الدولة على توفيرها منذ سنوات رغم التزايل السكاني ما يشكل أزمة أخرى ما إن تحل مشكلة غاز الطهي في بعض المدن حتى تظهر في مدن أخرى تحدي آخر أمام حكومة الوحدة الوطنية التي وعدت بتوفير احتياجات المواطن التي لم تستطع الحكومات السابقة توفيرها لتبقى تساؤلات الشارع نفسها قائمة إبراهيم العدلي العربي طرابلس